مايك فاغالي يتوقع تكرار سيناريو ما حدث في المرفأ وأكتر من شخصية لبنانية سيغيبها الموت برحب بكل المتابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم بحلقة جديدة من حلقات التوقعات أسعد الله وأتكون بكل أخير نشر خبير الفلك اللبناني مايك فاغالي توقعاته مشيرا إلى أنها تحمل عدة عنوين أبرزها تسفيط الخلافات على المستوى الداخل اللبناني والعربي والدولي وتوقع مايك فاغالي أن تبدأ الحلول في بداية الربيع حيث سيبدأ التغيير على صعيد لبنان والعالم العربي مشيرا لبداية البحث في التحالف العربي مؤكدا أن إسرائيل ليس لها مكان في هذا التحالف وتوقع أيضا أن يكون الناتو أمام خسارة كبرى وأن أوروبا خارج المعادلة وستكتحى اضطرابات مشيرا إلى أن 2023 سيكون عصر الحكومات في القرى العجوز كما توقع أن يحال النووي التكتيكي جميع مشاكل الحروب العالمية وتوقع إغتيال رئيس أو غياب رئيس لإحدى الدول العزمة وذلك اللي هيكون سبب في تشكيل خطر عالمي إلى جانب توقع بموجة هجرة عالمية للدول العربية رغم الأوضاع كما أفاد بوجود انفجار كوني أو فتح بوابة زمنية سيحدث متوقعا غياب شخصية دينية كبرى سيحزن كثيرين في العالم إضافة إلى غضب الأرض في إشارة إلى سياق حدوث الزلازل وتغيير في المسارات على مستوى الكرة الأرضية كما توقع محكمة الساسيين كبار جزء منهم هيكون في المنفع لمحكمتهم في الخارج وتوقع فتح مطارات جديدة في لبنان بسبب حدث كبير أو اعتداء في منطقة وريبة من مطار بيروت مما يؤدي لفتح مطارات في إشارة منه إلى الكرسة اللي حصلت في مرفق بيروت إنها هتتكرر تاني لكن هذه المرة بجنب المطار رياض سلامة خارج لبنان شخصية خبيرة بالاقتصاد تحل محل رياض سلامة سعد الحريري بامتحان صعب لكنه ينجح الجنرال جوزيف عون يتداول اسمه بشكل كبير سامس جيميل بيتصدر الصحف بين كلاب كبير على السياسة اللبنانية وعلى السياسيين بلبنان وحظيت الدول الغربية بنصيب من التوقعات التي ترحى العلم اللبناني مايك فغالي حيث كانت هناك توقعات كبيرة للدول الغربية بما في ذلك فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من توقعات فغالي الدول الغربية في عام ٢٠٢٣ هي كما يلل تنبأ مايك فغالي بأن الإرهاب سينتشر على نطاق واسع في الدول الأوروبية وخصة فرنسا وتوقع تصاعد التوترات بين فرنسا والمسلمين وذلك بعد إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم أما عن ترام فينتظر بلبلة كبرى والجمهور يدعو له بالسلامة سيدة تخطف الأدواء في السياسة الأمريكية وبتمسك زمام الأمور لمدة معينة حكومات أوروبية بتستقيل والتاج الملكي بخطر غضب التبيعة في ٢٠٢٣ و ٢٠٤٤ بشؤ الولايات المتحدة وبعض الولايات غرآنة في المياه وطبعا زي ما شفنا أن في ولاية أمريكية اتحرقت بالكامل وأصبحت ولاية منكوب كما توقع أن يكون عام ٢٠٢٣ عام سيكون فيه العديد من الكوارث التي ستعيد التوازن إلى الأرض أفاد مايك فغالي بتوقعاته أن تواجه ألمانيا العديد من الهجمات المضادة التي ستكون خطيرة للغاية كما توقع العراف اللبناني مايك فغالي أن الولايات المتحدة ستكون مهتمة بشكل خاص بالاستقلال من توقعات مايك فغالي ٢٠٢٣ أن يكون هناك العديد من الكوارث التي ستحدث في مناطق مختلفة من العالم والحقيقة أن فعلا ٢٠٢٣ من أولها كوارث سواء زلازل سواء فيدنات سواء حلاي غير مصر وأوضح أن الجيش المصري سيكون في مهمة عسكرية خطيرة ستكون على الحدود المصرية مع دول الجوار ونصح مايك الشعب المصري بإلاء الاهتمام الكامل للرئيس المصري وجيشه ويتوقع ظهور بشار الأسد للمرة الأولى وبشكل صادم بما لبس عسكرية ثم يعلن نبأ صادم ومن أبرز توقعات مايك فغالي لدول العربية لعام ٢٠٢٣ ما يلي توقع مايك فغالي أن تكون هناك امرأة زو شأن كبير بتونس إلى منصب سياسي كبير وأن تكون هناك سراعات وزاعة النطاق في البلدان المغربية بسبب التطبية مع الكيان الإسرائيلي سيف الإسلام القصافي يعود للواجهة من الباب العريض بعد فتح ترابلس من أول وجدي السعادية خضت كبرى تطال ولي العهد ولكن حتمة الشعب وهو من يختار الملك الغرب هيحاول تشوي صورة ولي العهد لكن لا يستطيع نجحات كبرى وفي آخر ٢٠٢٣ بنشهد بناء كنائس وعدة محافل في السعودية اتوقع موت بعض الشخصيات المهمة في السعودية مما يسبب حزن واسع أما عن الأردن فتوقع غيمة سودة كتير كبيرة وفيه مرحلة فيها حداد ومرحلتين فيهم انقلاب الانقلاب الأول مش هيزبط والانقلاب الثاني مش هيبصر النور لكن الاثنين هينكشفوا كلهم بحكمة الملك الملك يملك وقام وهاب اسم يلمع بالمرحلة المقبلة حسب توقعات مايك فغالي سوف يموت العديد من الأطفال في عام ٢٠٢٣ بسبب سوق التغذية اتوقع أن يقدم الحوثيون الكثير من المساعدات في اليمن لكن سيتم باعها في السوق السودة يمكن يكون هناك تأثير اقتصادي كبير على دولة الكويت حسب توقعات مايك فغالي في ٢٠٢٣ حيث سيكون هناك انخفاض كبير في يقظة الدينار الكويتي ومن المتوقع أن يكون هناك توتر بين العلاقات الإسرائيلية والفلسطينية وذلك بعد القرار الأمريكي الذي تقدم به جو بايدن لجعلها عاصمة الإسرائيل كما أعرف العراف اللبناني مايك فغالي عن أمله في أن يكون هناك تحالف كبير بين حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة حسب توقعات مايك فغالي فلسطين بتكون هناك علاقات مشتركة في مختلف الموقع الإسرائيلية حيث يكون هناك رفض كامل للقرار الأمريكي التوتر سيزدد بشكل كبير في العلاقات بين الجزائر والمغرب لأنها ستكون فترة صعبة وتوقع على كلا البلدين أن يكون هناك انقلاب عسكري وإجرامي ضد الحكومة المغربية ومطلع عام 2023 والحمد لله ما حصلش وقال إن المغرب سيشهد تصادم مع الجزائر وسيكون هناك توتر سائد الإعلام السوري في المقدمة تطور في مجال التب يخل بالتوازن والتجربة نجحة على مستوى العالم واستحافة العالمية بتنشر الأخبار وبشر مايك فغالي على أن تبدأ الحلول في سوريا للاستثمارات الكبيرة وحلول كبيرة في أزمة الكهرباء في سوريا واستقالة شخصية برزة بحدث بارز بين لبنان وسوريا تلت مناسبات غير سرعة بتاجع للشعبين يبكون بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار كل فيديو جديد فضلا دعموني بلايك وشيري الفيديو ومنتظرة تعليقاتكم أترككم في العالم